اشتركوا في القناة وما تقلبات المناخ المحيرة للناس إلا إشارات بذلك كما ويحذر الإمام في هذا البيان من مدد جديد شديد للفيروس ما يسمونه كورونا تفاصل أكثر حول كل ذلك نجده في هذا البيان الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من محرم لسنة 1443 للهجرة والموافق للأول من سبتمبر لسنة 2021 عنوان البيان رد الجواب للسائلين في العالمين وعليكم صلام الله ورحمته وبركاته ونعيم رضوانه إذا كان اللقاح إجباريا من الحكومات فلا مانع على الأنصار الذين اضطروا بسبب ضرر فقدان وظائفهم الحكومية والمدنية وسفرهم فحسبكم الله ونعم الوكيل فقولوا اللهم اكفينا شر اللقاحات المزعومة ضد كورونا اللهم إننا نشهد أنه لا يقي من عذابك شيئا إلا رحمتك وعفوك وحلمك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم فقنا شر اللقاحات بحولك وقوتك وقنا شر عذابك برحمتك واجعل العذاب على المعرضين عن داعي إلى الله عبدك وخليفتك على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني على بصيرة من ربه القرآن العظيم اللهم أخص بعذابك الشديد كل كفار عنيد كره داعي الله إلى اتباع سبيل رضوانك والاحتكام إلى كتابك القرآن العظيم اللهم إننا عبيدك الضعفاء المحتاجين إليك ندعوك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك أن تكفينا شر اللقاحات فإنا مؤمنون بآياتك البينات كما بينها خليفة الله المهدي وفصلها تفصيلا من العذاب الأدنى في سلسلة بيانات كورونا وسره المكنون في سلالات بعوضة الدم في محكم القرآن العظيم اللهم واكفينا شر كافة آيات عذابك واكفينا شر العذاب الأكبر ليلة مرور كوكب سقر اللواحة للبشر بالآفاق من قبل يوم التلاق وعلى كل حال يا أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار كونوا صادقين مع الله ومع أنفسكم فكل يعلم أن الله يعلم بما في نفسه فاحذروه فمن كان يعلم الله أنه مصدق بآيات الله بحرب بعوضة الدم مثل التحدي في القرآن العظيم أنها فعلا من عذاب الله الأدنى دون العذاب الأكبر موعظة من رب العالمين بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعل العالمين إلى ربهم يرجعون فيتبعون الصراط المستقيم على بصيرة من ربهم البيان الحق للقرآن العظيم فاعلموا أن الله يعلم بما في أنفسكم إن كنتم حقا مجبورين من حكوماتكم باللقاح فلا إثم عليكم كونكم في حكم المضطر بسبب الجامعات والوظائف الحكومية والمدنية فلا مانع وحسبكم الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويحفظكم الله من شره ومن عذاب كورونا وبشر العالمين بكوفيد جديد وشديد ورفع عيار الحرب من الله جوا وبرا وبحرا بما يسمونها الكوارث الطبيعية طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون إضافة مدد كوفيد جديد إلى جنوده الصغرى وكويكب العذاب الراجفة وما يليها أو يسبق بقية آيات العذاب الأدنى كوكب سقر فيعجر الله للمجرمين بالعذاب الأكبر ذلكم كوكب سقر الذي سوف يأتي لأرض البشر من جنوبها فيحجب جهة الجنوب الشرقي وجهة الجنوب الغربي حين شروقه وأما سبب التعجيل بكوكب العذاب الأكبر لكافة قرى البشر ذلك بأنهم كفروا بجميع آيات الله من العذاب الأدنى فمهما حذرهم خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني من كل مدد جديد وشديد من عذاب ما يسمونه فيروس كورونا لقال الملحدون هذا شيء طبيعي ليست آيات عذاب تحذيرية من الله بل مجرد تحورات وبائية معروفة فاستخفوا بعقول الناس فصدقوهم برغم أن التحور هو إلى الأدنى لضعف الوباء لو كان مجرد وباء فهي غيمة وتزول وليس عذابا مستمرا على طول الدهر وإن حذرناهم من عذاب الله الأدنى برفع عيار طوفان الماء المنهمر وحجارة شضايا من جبال من برد وصواعق وغرق وبراكين وزلازل وإعصار فيه نار ليحرق غابات البشر الخضراء فيطال ديارهم وإعصار الريح العاصف الحلزوني وإعصار الريح القاصف المستقيم وأشدها العقيم المستقيم ذو صر شديد أي ذو برد شديد قالوا هذا شيء كان متوقعا بسبب الاحتباس الحراري وإنهم لكاذبون بل بسبب اقتراب كوكب سقر وتأثيره على الشمس والأرض ولسوف يعلمون حين يأتيهم كوكب سقر أنه لصادقون ففزعوا فزعا شديدا فيقولون آمنا به فيأخذ الله المجرمين المعرضين أعداء رب العالمين من مكان قريب ويعذبوا ما دون ذلك من الضالين فيهديهم أجمعين إلى الصراط المستقيم لإن سألوا الله بحق لا إله إلا هو وبحق رحمته التي كتب على نفسه فعص الله أن يرحمهم فيكشف عنهم عذاب كوكب عذابه بعد أن تشيب من أهواله رؤوسهم ليتبعوا كتابه القرآن العظيم ليطيعوا الله وخليفته على العالمين وينجي أولياء الله الصادقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة